اشتركوا في القناة فيما فسر فيما فصل فيما بلغ عن مولاه فيما فسر فيما فصل فيما بلغ عن مولاه صدق رسول الله حفظ الله لنا القرآن في كل مكان وزمان حفظ الله لنا القرآن في كل مكان وزمان والسنة أيضا تحتاج من يحفظها من النسيا ولهذا جمع العلماء كلمات نبينا العدنان للبشرية خير ضياء يهدي لطريق الإيمان طبعا بعد كلام الله صدق رسول الله حفظ الله لنا القرآن في كل مكان وزمان والسنة أيضا تحتاج من يحفظها من النسيا صدق رسول الله فيما فسر فيما فصل فيما بلغ عن مولاه فيما فسر فيما فصل فيما بلغ عن مولاه قال رسول الله صدق رسول الله يا رب أعد زوجي من الصفر سالما غانما واحفظتني من كل سوء ووفقه في دراسته آمين يا رب العالمين تقبل الله يا أمي عمر منذ متى وأنت هنا؟ منذ أن أنهيت دعائك دون أن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وهل يجب أن أصلي على الرسول في آخر كل دعاء؟ نعم تبدئين الدعاء بالاستغفار ثم الحمد ثم السناء على الله ثم تصلينا على الرسول ثم التدعين لنفسك أولا ثم لغيرك ولماذا نصلي على الرسول في أول الدعاء وفي آخره؟ لأن الله سوف يصلي على الرسول فيكون استجابة لبداية ونهاية دعائك ثم يستحي سبحانه وتعالى أن يرفض بقية الدعاء الله معنا جميل ولكن لماذا الاستغفار في بداية الدعاء؟ التخلية قبل التحلية نخلي قلبنا من كل الذنوب قبل أن نطلب من الله شيئا من علمك كل هذا؟ الإمام البخاري نعم أقصد قرأته عن الإمام البخاري بعد إذنك آه ما هذا؟ أين ذهبت الكتب؟ هم؟ ها؟ هل أنت هنا؟ نعم هنا لماذا أخذت الكتب؟ لأنظفها من التراب المتراكم عليها هل تراكم عليها التراب؟ بالطبع لأنك لا تقرأها لا أجد وقتاً كافياً نصف ساعة فقط من القراءة كل يوم تمكنك من قراءة كتاب كامل كل أسبوعين فكرة جيدة وحذاري من أن تترك المصحف هو أيضاً يتراكم عليه التراب أنا أقرأ القرآن في مصحف آخر هذا المصحف وضعناه هنا ليحفظ لنا المكان من أي سوء لا يا صديقي نحن نحفظ المصحف قبل أن يحفظنا نقرأه ولا نهمله نأخذ منه العلم قبل أن نتبرك به حقاً؟ إذن أقرأ من هذا المصحف أيضاً لديك ثروة كبيرة من الكتب كتلك التي ورثتها أنا عن والدي رحمه الله فور أن عاد إلي بصري إن دفعت إلى مكتبة أبي أنهل منها كنت أقرأ بشغف كالذي كان جوعان بشدة ثم وجد أمامه فجأة مائدة طعام عمره وجدت نفسي مهتماً بكتب الأحاديث النبوية على وجه الخصوص وظللت أقرأ فيها سنين طويلة حفظت القرآن الكريم كاملاً وآلاف الأحاديث النبوية الشريفة لم أكتفي بالقراءة كنت أدون ملحوظاتي ساعة بساعة مرحباً شيخانا ومعلمنا يا محمد سأسافر في رحلة طويلة وسأترك المسجد أسبوعين كاملين أسبوعين؟ ومن سيخطب الجمعة؟ أنت أنا؟ نعم كنت تنوب عني في درس العشاء عندما أتغيب عنه خطبة الجمعة أصعب من درس العشاء أنت لها يا محمد أنت أنجب تلاميذي لك قدرة مدهشة على حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية كما أن لك تأثيراً قوياً على كل من يسمعك رغم أنك لم تكمل عامك السابع عشر نعم يا سيدي ولكن قضي الأمر يا تلميذي العزيز خذ هاتين واحفظهما جيداً وما هما؟ الخطبتان اللتان ستلقيهما في غيابي لقد كتبتهما لك حتى أسهل الأمر عليك إذن لابد من صلاة استخارة تستخير الله قبل أن تغطب الجمعة؟ أستخير الله في كل كبيرة وصغيرة هكذا علمنا رسول الله يا أمي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به صدق رسول الله المهم أن تكوني قد عقدت العزم على شيء ثم تستخيرين الله عليه ولكني كثيراً ما أستخير الله ولا أرى شيئاً في المنام ليس شرطاً أن تري رؤية معينة المهم أن يرتاح قلبك للشيء الذي استخرت الله عليه أو العكس حقاً يا ولدي الجميل في صلاة الاستخارة أنها تجعل قلبك معلقاً بالله طيلة الوقت أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وقال أيضاً في آية أخرى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة صدق الله العظيم إنها مسؤوليتنا نحن المسلمين أن نتحقق من صحة الأحاديث ثم ندونها ثم نشرحها ثم نحفظها لكل الأجيال من بعدنا السلام عليك يا شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله يا خالد يبدو أنك عدت لتوك من السفر نعم، ما هذا الزحام الشديد عند المسجد؟ إنها خطبة الجمعة يلقيها تلميذك محمد بن إسماعيل البخاري ولماذا ترك الناس المسجد وجلسوا خارجه؟ لقد امتلأ المسجد عن آخره في الداخل فاضطر المصلون للجلوس في الخارج شيء غريب أعلم أن ذلك لم يحدث أثناء خطبك السابقة ولكن البخاري استطاع أن يخدع الناس بمعسول كلامه فزين لهم أنه التلميذ الذي تفوق على معلمه تقصدني أنا بالمعلم؟ وأقصد البخاري بالتلميذ أستغفر الله العظيم ليتك يا شيخنا ما طلبت منه أن يخطب الجمعة بدلا منك؟ لقد استغل الفرصة ليوحي للناس بأنك صاحب الأسلوب القديم الرتيب وهو صاحب التطوير والتجديد هل سمعته يقول ذلك؟ وأكثر من ذلك رأيي فيه لم يتغير منذ كنا زميلين في كتابك يا شيخان الجليل يا بخاري أعطيتك خطبتين تقرأهما على الناس في الجمعة فتركتهما وجئت بخطبتين من عندك صحيح؟ والله يا شيخان ما تصورت أنك تلزمني بهتين الخطبتين؟ وما تصورت أنا أنك سترفض ما كتبته لك ليس رفضاً ولكني أردت أن أطرح مواضيع جديدة تقصد أن مواضيعي أنا قديمة؟ أبداً ولكنك تعرف أني مهتم بقضية السنة النبوية والحفاظ عليها أنت لم تغير الموضوع فقط بل غيرت أيضاً أسلوب الخطاب الديني المعتاد رأيت أن الأسلوب الجديد أكثر تأثيراً وإجازاً هذه بدعة بل تجديد وتطوير وهل يحتاج الدين إلى تجديد؟ الخطاب الديني هو الذي يحتاج إلى التجديد من أنت حتى تجدد؟ كم عمرك؟ قل لي أعلم أنني في مستهل شبابي ولكنني أحاول قدر استطاعتي لن تستطيع أن تخدعني أكثر من ذلك ولن أثق بك بعد اليوم يا شيخانة ألن تصعد المنبر؟ أين ذهب الناس يا خالد؟ ذهبوا لمحمد ابن إسماعيل البخاري أين؟ يخطب الجمعة في المسجد الذي على أطراف المدينة ولكنه مسجد بعيد جداً كيف تركوا القريب وذهبوا للبعيد؟ قلت لك إنه خدعهم بأسلوبه الجديد إنه مسجد صغير لن يسعى هذا العدد الكبير سيفترشون الطرقات كعادتهم في كل خطبه كأنه سحرهم يا مولانا آه ليس سحراً يا خالد يبدو أنه قد حان وقت التجديد والتطوير كما يقول التلميذي محمد ابن إسماعيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حفظ الله لنا القرآن في كل مكان وزماء والسنة أيضا تحتاج من يحفظها من النسياء ولهذا جمع العلماء كلمات نبينا العدنان للبشرية خير ضياء يهدي لطريق الإيمان طبعا بعد كلام الله صدق رسول الله فيما فسر فيما فصل فيما بلغ عن مولا صدق رسول الله